تحية طيبة مشاهدين الكرام خلال الأيام الماضية وجه الجيش العربي السوري ضربات مجعة للإرهابيين وبشكل خاص في أرياف حلب وحمص ودمشق وأحكم الجيش السيطرة على العديد من البلدات التي كانت تعد مراكز رئيسية للمجموعات الإرهابية فأسقط أوهامهم المتبقية وأحلام مشغليهم وهذا التقدم الجديد للجيش يأتي في وقت تتواصل فيه الجهود والمشاورات والاتصالات للتحضير لمؤتمر جينيف 2 المشهد في سوريا وفي المنطقة التي ترتسم فيها تحالفات ومعادلات جديدة في ضوء الاتفاق المرتقب بين الغرب وإيران وفي ضوء التطورات الجارية في مصر والعراق وتركيا سنناقشها مع ضيوفنا هنا في الستوديو ونرحب بالأستاذ فاضل عباس أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي البحرين أهلا ومرحبا بك أستاذ فاضل أيضا نرحب بالأستاذ فؤاد دبور الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي في الأردن أهلا ومرحبا بك أستاذ فؤاد أيضا الأستاذ عدنان أبو خليفة عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الديمقراطي نائب الأمين العام لهذا الحزب أهلا ومرحبا بأردن أيضا نحييكم جميعا ضيوفنا الأكارم وأبدأ معك أستاذ فؤاد بطبعا غدا تنعقد الدورة الطارئة لاجتماع الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية لماذا أولا دورة طارئة؟ ما الأسباب التي استدعت انعقاد هذه الدورة؟ وعلى ماذا ستركز؟ ما هي أهم المحاول؟ أولا نحييكم ونحيي هذا الشعب العظيم الذي صمد وواجه بكل شجاعة ورجولة وبطولة كل المؤامرات التي حاكتها الإمبريالية الأمريكية والصهيونية والتابعين والدائرين في فلكهم من حكام عرب بكل أسف في الواقع كان يجب أن تعقد الدورة العادية في شهر نيسان ولكن لظروف معينة وصحية بالتحديد للأمين العام رحمه الله تم تأجيل هذه الدورة والآن وبعد أن توفي وانتقى إلى رحمته تعالى الأستاذ عبد العزيز السيد الأمين العام للمؤتمر الأحزاب العربية كان لابد من وجود دورة طارئة لاستمرارية هذا المؤتمر الهام الذي يضم أكثر من 130 حزباً من أحزاب الوطن العربي من أجل أولاً تكليف أو اختيار من يسد ويقوم مقامه ثانياً أيضاً من أجل أن يكون للأحزاب العربية دور فيما يجري بسوريا لذلك كان الإصرار على أن تعقد هذه الدورة الطارئة في قلب دمشق العروبة كتعبير من هذه الأحزاب وتقدير من هذه الأحزاب لدور الكتر العرب السوري وصمود هذا الكتر ورفع معنويات هذا الشعب الذي هي مرتفعة أصلاً لكن علينا كأحزاب عربية نمثل شرائح واسحة من المجتمع العربي في أكتار الوطن العربي أن نأتي إلى دمشق ونقف إلى جانب هذا الشعب وهذا البلد المقاوم ونعقد الدورة الطارئة ثم هذا البلد أيضاً طالما رعى مؤتمر الأحزاب العربية حيث نعقد المؤتمر الرابع والمؤتمر الخامس للأحزاب في دمشق وبحضور سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد الذي قاد حواراً مع هذه الأحزاب وممثليها ثم عقدت العديد من دورات الأمانة العامة في دمشق وفي كل دورة كان المؤتمرون يلتكون مع سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد من أجل هذا نحن الآن في دمشق لعقد المؤتمر غداً بإذن الله إن شاء الله نرجو لكم كل التوفيق أستاذ عدنان لو أردنا الحديث عن دور الأحزاب العربية بما يجري في المنطقة العربية اليوم وخاصة الدول التي شهدت ما سمي بالربيع العربي ماذا عن دور هذه الأحزاب في الحفاظ على النفس العروبي حتى هذا اليوم؟ أولاً أحب أن ألفت النظر إلى قضية معروفة ولكنها لا تطرق دائماً أن الأحزاب المكونة لمؤتمر الأحزاب العربية في معظمها هي أحزاب معارضة أحزاب وطنية معارضة وهي فقيرة يعني لا تمتلك الإمكانيات التي تمكنها من إقامة عمل تنسيقي جماعي موحد لكي توحد الطاقات الوطنية العربية في مشروعها العام النهضوية العربية تمام فكرة المؤتمر جاءت لتوفر هذا المناخ وهذا الظرف لهذه الأحزاب لكي تقوم بهذا الدور نعم ولكن الكل يعرف أن أي مؤتمر يعني بحاجة إلى إمكانيات هائلة يعني حتى يجمع هذا العدد الكبير من الأحزاب يعني في مكان واحد وفي مساهمات عديدة من أجل أن تتوحد يعني أو تتقاطع فيها وجهات النظر حول القضايا العربية المطروح ولذلك كان أهمية بالغة لاحتضان سوريا ورعايتها لهذا المؤتمر مما جعل صوت هذه الأحزاب في الأزمات التي سميت بالربيع العربي والتحركات الشعبية التي قامت صوتها مسموع ومؤثر على رغم أنها لا تحظى بكل الإمكانيات لكنها تحظى بالطاقة البشرية الشعبية المؤمنة بالمشروع النهضوي العربي ولعبت دور جريء ومساند لكل أصحاب هذه الأفكار وهاجمت وفضحت كل الأصوات الهدام وكل الأفكار الظلامية وكل المشاريع العدوانية المغلفة بالدين على أي بلد عربي في المنطقة وليس على سوريا وحدها ولنا في تجربة مصر خير دليل امتطى لإخوان المسلمين الثورة الشعبية في عد 25 يناير بعد أن كان الشعب كله في شرع وعقد صفقات أولا مع مبارك وثانيا مع المجلس العسكري وحصل ما حصل وعندما استلم السلطة أصبحوا يريدوا أن يؤخنوا كل البلد وافتضح بعد دور لما خرج كل الشعب المصري إلى الشارع ضد النظام الذي ادعى أنه هو الثورة ليس أن الشعب هو الثورة أنه هو الثورة الأحزاب العربية بشكل عام وقفت موقفا إيجابيا من كل الثورات العربية ولكنها أوضحت دائما أنها ترفض أي مساس بالإمكانيات العربية التي خصصت أو دائما وفرت من أجل النهوض وضع العالم العراضي على سبيل المثال أنا كثير يسعدني ونباجي على دمشق ونحن نتردد على دمشق كثيرا أن رغم الآلام ورغم الجراح ورغم الظروف ما زالت أبواب سوريا مفتوحة للعرب بدون تأشيرات ما زالت سوريا على إيمانها بأن كل هذه البلدان هي بلدان عربية ومن حق العرب فيها أن يتجولوا بحرية وأن يمارسوا حقهم رغم الجراح ورغم الآلام ورغم التدمير من يرى الفعاليات أو يجمع الفعاليات التي قامت فيها الأحزاب العربية من المغرب العربي يرى البوصلة تؤشر بشكل واضح أن هذه الأحزاب ضد تدمير إمكانيات الدول العربية مثل ما يجري في سوريا أن كل هذه الأحزاب هي مع الحرية ومع الديمقراطية ومع النهوض والتقدم والتعددية وضد من يحاولون أن يحتكرون تفسير الدين نعم ولبس عباءة الدين من أجل أن يسيطروا على عقول الناس والبسطاء من الشعب نعم هذه الأسطوانة أصبحت مكشوفة ومشروخة ومن ساهم بإمكانيات كبيرة في كشفها وفضحها هو العدد الكبير المؤمن من الأحزاب العربية لا أريد أن أقول لكل أنه هذا مستحيل ولكن العدد الأعظم من الأحزاب العربية ساهم بهذا ساهم بشجاعة وبجرأة رغم أنه وأنتم تعرفون ذلك أن العديد من الأحزاب العربية الوطنية المعارضة بتعيش ظروف خاسية وتتعرض إلى أعمال انتقامية وقمعية في بلدانها ولذلك لم تقصر الأحزاب برغم فداحة الثمن على الأشخاص وعلى التكوينات الحزبية إلا أن إيمانهم بصوابية ما يقومون فيه وأهمية جعلهم يستمرون في القيام بهذا الدور ومصممين عليه ونحن نعتقد أن وجودنا اليوم في دمشق هو ليس فقط من أجل أنه شارك في عمل اجتماع للأمانة العامة للأحزاب العربية بل لنقول أن سوريا التي احتضرت بحماس شديد وبرعاية كاملة لأعمال مؤتمر الأحزاب العربية الأحزاب العربية وأمانتها ما زالت تقول أننا تحت كل الظروف سنقول كلمتنا مثل ما قلناها خارج دمشق سنقولها من داخل دمشق وسنعلن صوتنا عاليا أننا إلى جانب الشعب السوري إلى جانب الحق السوري وضد كل قوى الظروف شكرا لك على هذا التوضيح طبعا أستاذ فاضل في السياق ذاته نتحدث عن دور الأحزاب دور التنظيمات السياسية في البحرين تحديدا ويعني نستغل فرصة وجودك هنا في سوريا لنتحدث عن موقف الشعب البحريني حقيقة مما يجري من أحداث في سوريا ماذا عن موقف الشعب والنظام البحريني هناك من الأحداث التي تجري في سوريا أولا أنا أود أن أوجه تحية للشعب السوري على هذا الصمود الأسطوري حقيقة الذي حصل في سوريا ونستطيع أن نقول إسقاط المؤامرة الأمريكية الإخوانية في المنطقة وأوجه تحية للجيش العربي السوري الذي حقيقة هو يدافع عن الأمة العربية بأكملها من المحيط إلى الخليج وليس عن سوريا وأخيرا أوجه تحية لهذا الرئيس المقاوم الدكتور بشار الأسد الذي لم يترك سوريا ولا لحظة واحدة في ظل هذه الأزمة وفي ظل هذه المؤامرة الكونية ضد سوريا في البحرين حقيقة الأحزاب تنظيمات المعارضة لعبت دور كبير جدا في توعية شعب البحرين منذ البداية في حقيقة ما يحصل في داخل سوريا وأوضحنا حقيقة للشعب البحريني الربيع الأمريكي الذي بدأ بالعدوان والمؤامرة على ليبيا والتي كانت بروفا حقيقة تستخدم للعدوان وتدمير سوريا في نهاية المطاف لذلك حقيقة الأحزاب في البحرين شبكات التواصل الاجتماعي الشباب السوري الموجود على شبكات التواصل الاجتماعي لعب دور كبير كل هذه العوامل لعبت دور كبير إلى أن أستطيع أن أقول الآن أن موقف شعب البحرين ليس هو موقف النظام الرسمي الحاكم في البحرين عفوا النظام البحريني إذا كان بشكل أو بآخر يساند هذه المؤامرة الكونية ضد سوريا شعب البحرين لا يساند شعب البحرين يقف مع سوريا يقف مع الشعب السوري يقف مع محور المقاومة شعب البحرين يؤيد الجيش العربي السوري شعب البحرين يؤيد تماما هذا الصمود الأسطوري لسوريا ويقف ضد هذا العدوان الموجود على سوريا رغم كل ما يبث من تضليل إعلامي وما تابعناه على الفضائيات العربية التي لعبت دورا تضليليا في هذه المرحلة بالتأكيد هناك قنوات الجزيرة وقنوات العربية بوصفها تبث لمنطقة الخليج بشكل كبير لعبت دور في عملية التضليل لكن أنا أؤكد لكم الآن أن شعب البحرين لم يخدع بهذا التضليل واليوم لو يجرى استفتاء داخل البحرين كل شعب البحرين الأغلبية شعب البحرين هم يقفون مع القيادة ومع الشعب السوري ضد هذه المؤامرة شكرا لك على هذا الشرح طبعا أستاذ فؤاد كما قلنا في بداية حوارنا في الأيام الماضية حقق الجيش العربي السوري إنجازات في عدة مناطق ومحافظات من سوريا لا بد لنا أن نتحدث معك عن قراءتك لهذا التقدم للجيش العربي السوري في ظل التطورات السياسية بشكل عام وفي ظل التحضير الجاري لمؤتمر جينيف 2 حقيقة أنا أبدأ من الآخر جيش العربي السوري يقوم بواجبه في الدفاع عن سوريا عن شعب سوريا عن أرض سوريا وبحماية هذا الوطن أمام ما يواجهه من إرهاب وهذا ليس مرتبطا كما يقال بقضية جينيف 2 سواء عقد أو لم يعقد في الجيش العربي السوري هذا واجب وطني وأقول أيضا واجب قومي لأن الدفاع عن سوريا هو دفاع عن الأمة سوريا الأمة العربية بكاملها مستهدفة عبر سوريا لأن سوريا هي الحصن الأخير والبوابة التي من خلالها إما أن نكون كأمة عربية نعيش بكرامتنا وبحرية ومقدراتنا تكون لنا وأوطاننا تكون لنا وإما أن نخسر كل شيء لكن سوريا هي التي تحافظ وهي التي تدافع وهي التي تضحي بالدماء من أجل هذا الوطن العربي ولا أقول هذه القطعة من الوطن العربي لإسمها سوريا وبالتالي الجيش العربي السوري جيش عقائدي جيش مبدئي جيش متماسك لأنه على حق ويدافع عن وطنه وعن شعبه وعن أمته ثقافته ووعيه هو الوعي القومي الذي غرس في أذهان هذا المقاتل العربي السوري منذ الصغر حتى قبل أن يدخل إلى صفوف الجيش فهو جيش عربي جيش قومي قبل أن يكون جيشا وطنيا القوم النارية والقدرات هي موجودة ومتوفرة والإنجازات ليست غريبة على الجيش العربي السوري لكن هناك من يعتقد أن الجيش قد أبطأ كثيرا في هذه الإنجازات حفاظا وحقنا لدماء المواطنين العرب السوريين هو يقوم بدوره بشكل مدروس وبشكل علمي تقوده قيادي عسكرية واعية تدرك كيف تعمل على الأرض من أجل تحقيق هذه الإنجازات التي نراها تتوالى يوما بعد آخر في ريف دماشك وفي ريف حلب طبعا وقبلها حمص وبالتالي سوف يستمر هذا الجيش بإنجازاته لأنه على حق ولأن هؤلاء إرهابيين مرتزقة تم شراء العديد منهم بالدولار كما أن هناك منهم منهم قاموا بمثل هذه الأعمال من أجل النهب ومن أجل السرقة ومن أجل ليس من أجل مبادئ وليس من أجل عقيدة وإن تدثروا أو تغطوا البعض منهم وليس جميعا بغطاء إسلامي مزور شوهوا الإسلام وإسراءوا إلى الإسلام دمروا الفكر والعقيدة الإسلامية القويمة والصحيحة هؤلاء بأعمالهم الإرهابية وأعمالهم التي تخرج عن العقيدة الإسلامية وعن العقيدة الدينية وعن حتى العقيدة وحتى عن الأمور الإنسانية بالتالي هذا الجيش له النصر لأنه هو الجيش الوطني العقائدي المؤمن بمبادئه المؤمن بوطنه المؤمن بأمته هكذا تربى وبالتالي هذا كفعل الرئيس المرحوم حافظ الأسد هو الذي بنى هذا الجيش العروبي القومي ثم جاء الرئيس بشار الأسد وأنا بصفة بعثي لا أنكر دور حزب البعث العربي الاشتراكي في بناء هذا الجيش العقائدي نعم أستاذ عدنان طبعا أستكمل في الشطرة الثاني من السؤال عن عقد مؤتمر جنيف لم يتم حتى الآن طبعا عقد مؤتمر تحديد موعد لعقد هذا المؤتمر ومن المؤكد أن هناك دولا ستعمل حتى آخر لحظة على تعطيل كل الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة في سوريا يتمثل ذلك كما هو معروف في استمرار إرسال المرتزقة والسلاح إلى سوريا ألا تعتقد بأن هذه الدول التي تساهم بتعطيل هذه الجهود وترسل مرتزقتها وسلاحها بأنها باتت تسبح عكس التيار أو خارج التيار في ظل المشهد الجديد الذي يرتسم للمنطقة برمتها يعني أنت ساعتيني جوابت على السؤال بالشطر الأخير منه نعم بالحقيقة أنا أعتقد أن بعد طبول الحرب التي دقت نعم والتي كان يرى الكثيرون أنها قابقة وسينية أو أدنى نعم وجندت كل إمكانياتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية وبدعم كبير من الدول في المنطقة إلا أنه تمت تنفيس كل هذه الحملة والاتفاق على عقد مؤتمر جينيف 2 كل العقبات التي توضع في طريق جينيف 2 نعم معروفة ممن ومعروف من هم أصحابها ولكن جزء من أصحابها أصبحوا يعني يخضعون لما تريد الولايات المتحدة الأمريكية بما أنها اتفقت مع روسيا على الذهاب إلى جينيف 2 أريد أن أقول أنه أصبح مفروغا منه أو أصبح مقررا نعم بين المقررين الكبار في العالم نعم وعلى قاعدة صمود الشعب السوري أنه الحل أصبح يتجه بالاتجاه السياسي وكل مشاريع التدمير والقتل والهدم التي تجري باءت بالفشل حصدت الريح نعم وما دام أن الحل سياسي وهذا يعني قالت كل الأحزاب من البداية أن الأفق مش مغلق في سوريا تفضلوا أجلسوا إلى طاولة الحوار وتركوا السلاح واتفقوا على ما تتفقوا عليه ولم يكن هذا الصوت يسمع الآن أصبح هذا مفروضا نعم ومدام أصبح مفروضا بأن الحل سياسيا معنى أن لغة السلاح لغة لن تجدي ولن تؤتي بنتائج وكشفت أصحابها من زاوية أنه اللي يقول أنه يعني بده يناضل أو يقاتل تحت شعار وستار الدين أف يعني أنتوا ما وجدتوا في كل المنطقة وهي فلسطين وهي الاحتلال الصهيوني جاثم على قلب فلسطين وهي بيت المقدس أولى القبلتين تدنس طيب وين العباءة الدينية وين الشعارات الدينية لماذا تروح تقاتل في القدس نعم لماذا لا تدخل المقاتلين الاستشهاديين تحت الأسماء المتعددة لتقاتل ضد الاحتلال الصهيوني لتحمي بيت المقدس نعم هذه الأمور المقولات الكبيرة الفاقعة لن تعد تنطلي على أحد الأمور ترسي باتجاه الحل السياسي والحل السياسي قالت الحكومة السورية والنولة السورية رأيها نحن نرحب بجينيف اتنين بدون شروط مسبقة من أحد على أحد والذي يعيق أن الطرف الذي يريد أن يجلس يعني مقابل الحكومة السورية على طول الجينيف اتنين من هو يعني فليتبق هذا الطرف إذا كان الحكومة السورية تقول أنه في معارضة في سوريا وبنعرفها وموجودين داخل الشام ونحن مستعدين نتحاور معهم ونستقبل وهذا الحوار مطلوب نعتقد أنه طال الأمد أم قصر جينيف اتنين سينعقد ونتائجه لن تكون في مصلحة من حاولوا أن يحملوا راية الهدم ضد هذه الأوطار طبعا أستاذ فاضل أيضا استفيد من وجودك يعني حتى لو خرجنا قليلا عن موضوع جينيف وما يحضر والجهود التي تبذل أريد أن أعرف منك بالضبط ما جرى وما يجري في البحرين حتى يومنا هذا ولا بد من الحديث عن الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية قبل الهواء كنا نتحدث عن ازدواجية المعايير التي تتعلق بأمريكا في كل ما يجري في المنطقة بشكل عام وفي البحرين بشكل خاص نتوسع في هذه النقطة تحديدا حقيقة ما يجري في البحرين أن هناك نظام نظام ديكتاتوري بشكل كامل عائلة تحكم البحرين حكم مطلق تسيطر على السلطة والثروة الحكومة معينة من الملك مجلس النواب نصفه معين من الملك والنصف الآخر يتم ضبط الدوائر الانتخابية يكونون موالين للنظام لا يوجد حقيقة قضاء مستقل وبالتالي نحن حقيقة نتحدث عن دولة القبيلة ولا نتحدث عن وجود دولة حقيقية بالمفهوم العصري وبالتالي الشعب البحرين هو شعب مثقف جدا شعب دخل التعليم في البحرين منذ بدايات القرن الماضي هذا الوضع غير مقبول لذلك ما طالب به شعب البحرين أن تكون في البحرين حكومة منتخبة وليست حكومة معينة من الملك أن يكون هناك دستور يتم الاستفتاء عليه كما حصل في سوريا وهذا هو أحد مكان التناقض في الموقف الأمريكي أن يرفض دستور في سوريا عرض على استفتاء والقيادة السورية لا تمانع بأن يكون هناك ملاحظات على هذا الدستور ومن ثم يتم تعديله بينما نحن في البحرين الدستور صدر بمرسوم من قبل الملك ولم يعرض على استفتاء شعبي كل هذا حقيقة هناك السرقة للمال العام في البحرين هناك فساد كبير هناك أكثر من 15 مليار قيمة الأراضي والأموال المنهوبة في البحرين وبالتالي نحن أمام حكومة فاسلة في البحرين بكل المقاييس وحكومة نصفها من العائلة الحاكمة والنصف الآخر من الموالين للنظام وبالتالي حقيقة لا الشيعة ولا السنة يمثلون بشكل حقيقي في الحكومة الموجودة حاليا وإنما هي حكومة العائلة باختصار هنا سؤال لا بد منه لماذا لا يكون هناك مساعي لحوار ماذا عن الحوار بين البحرين أنا سأكمل نقطة مهمة في السؤال والوعود إلى هذه النقطة هنا في البحرين حقيقة عندما انطلقت الانتفاضة الشعبية كانت انتفاضة سلمية لم تستخدم فيها العنف لم يرفع فيها السلاح لا يوجد أي شيء فيها غير التظاهرات السلمية في مقابل ذلك قوات الأمن في البحرين استخدمت كل أنواع القوة من الرصاص الحي إلى الرصاص الشوزن إلى الغازات الخانقة إلى كل هذه الأمور في هذا المقابل تأتي الإدارة الأمريكية لتوصف حرق إطار سيارات في البحرين بالعنف بينما هي هنا في سوريا يتم استخدام السلاح ويتم استخدام الإرهاب وقطع الرؤوس ويقال أن هذا دفاع عن النفس وتقول الإدارة الأمريكية عن حرق إطار في البحرين أنه إرهاب هناك تأتي الإدارة الأمريكية التي تقول لسوريا استجيبوا إلى الإرهابيين فيما يطلبونه بينما نحن تأتي الإدارة الأمريكية للمعارضة البحرينية لتقول لها اصبروا ولا تتعجلوا الديمقراطية لماذا الديمقراطية مطلوبة في سوريا بينما الديمقراطية ليست مطلوبة في البحرين ولا في السعودية ولا في قطر كل هذه الأنظمة التي قطر والسعودية لا توجد فيها دساتير أساسا وبالتالي هذا الكلام غير صحيح بالنسبة لموضوع الحوار المعارضة البحرينية دعت إلى الحوار وهي مؤمنة أن الحوار هو من سوف يوصل لتحقيق النتائج لكن النظام من يرفض الحوار الجاد النظام مدعوما من قبل النظام السعودي ومدعوما من قبل الإدارة الأمريكية هو يرفض أن يعطي شعب البحرين حقوقه التي نص عليها القانون الدولي وهو دستور يتم الاستفتاء عليه وحكومة منتخبة تشكلها الأغلبية النيابية في مجلس حقيقي نعم وماذا عن مساعي الحوار وما مساعي الحوار كما ذكرت النظام يرفض الحوار الجاد لماذا لم تنجح فقط بسبب رفض النظام لهذه المساعر نعم النظام في البحرين دعا إلى حوار ولكن الحوار الذي دعا له لا توجد له آليات النظام يريد حوار لا يناقش الحكومة المنتخبة يريد حوار لا يطرح دستور جديد يعرض على استفتاء النظام في البحرين يرفض عرض أي نتائج للحوار على الاستفتاء الشعبي لأن النظام في البحرين يعلم أن عندما يعرض أي أمر على الاستفتاء الشعبي هو سوف يخسر بعكس الموقف السوري الرئيس بشار الأسد قالها وأكثر من مرة قالها لن نسمح بأن تفرض أي قوة دولية أي شيء على سوريا والشعب السوري هو من سوف يستفتي وهو من سوف يختار ما يريد هذا الأمر غير موجود في البحرين إطلاقا نعم أستاذ فؤاد لابد من الحديث عن عودة روسيا بقوة إلى الشرق الأوسط إلى منطقة الشرق الأوسط قبل يومين كان هناك زيارة لوزير الدفاع ووزير الخارجية الروسيين لمصر وما نتج عن هذه الزيارة إلى ماذا تعزو هذه العودة لروسيا إلى منطقة الشرق الأوسط هل بسبب فشل سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وازدواجية المعايير التي تتمتع بها أم لماذا في الواقع إذا ما نظرنا إلى وقرأنا عودة روسيا الاتحادية إلى المنطقة نراها دخلت وترافقت وتزامنت مع ما يجري في سوريا فكان العبور هو عبر ما جرى وما يجري في سوريا هي البوابة التي دخلت من خلالها روسيا الاتحادية إلى منطقة الشرق الأوسط بداية وصمود سوريا وحق سوريا وتمسك سوريا بالموقف السياسي المقاوم للمشاريع الأمريكية ومنع تحقيق السياسات الأمريكية وخاصة ما يسمى بشرق الأوسط الجديد ومنع التآمر على المصالح الروسية المتعلقة بموضوعة الغاز الروسي الذي تعتمد عليه أوروبا بنسبة لا تقل عن 40% وسوريا هي عقدة المواصلات وعقدة الاتصالات لمثل هذه المصالح الروسية إلى أوروبا وهي تعتمد بك تعتمد هذا الموضوع تعتمد عليه اعتمادا كليا في اقتصادها وبالتالي في قوتها فجاءت روسيا إلى المنطقة ليس كما يقال لتخلف أمريكا أمريكا طبعا هزمت حتى قبل أن تبدأ الأزمة السورية في العراق في أفغانستان وبالتالي جاءت روسيا إلى المنطقة عبر البوابة السورية ثم لا نستثني ما جرى في مصر في 25 حزيران أو يونيو وسقوط الدولة أو النظام بشكل أدق وليس الدولة النظام الإخواني المرتبط أساسا بالأجندات والسياسات الأمريكية والصهيونية ومجيء كوغة وطنية مصرية جعل لروسيا مكانة في هذا الوضع وكانت هذه الزيارة مبنية على المصالح الوطنية لمصر ثم من خلال هذه المصالح الوطنية لمصر إلى المصالح الروسية كما عودتنا روسيا الاتحادية ومن قبلها الاتحاد السوفيتي أنهم عندما يقدمون على التعاون وليس على الاستعمار والهيمنة ونهب الثروات لا تعامل يتم وفق المصالح المشتركة والمصالح المتبادلة واحترام الآخر وليس على الهيمن والتسلط على الآخر فبالتالي الكيادة المصرية الجديدة أدركت أبعاد هذه السياسة ومنطلقات ومندرجات هذه السياسة الروسية ثم الإدارة الأمريكية كانت تهدد بمنع ما جاءها عبر كام ديفيد من معونات عسكرية واقتصادية إلى مصر فلماذا تضع هذه القيادة نفسها تحت هيمنة وتسلط وتحكم الولايات المتحدة الأمريكية فجاءت روسيا كرسالة هامة باتجاهين اتجاه وطني ثم اتجاه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها المبنية دائما على الاستعباد ونعب الثروات والهيمنة والتسلط على الآخرين نعم أستاذ عدنان طبعا ذكرنا في بداية هذا الحوار بأننا سنتحدث في محاور عدة فيما يتعلق بالاتفاق المرتقب بين الغرب وإيران طبعا المفاوضات بين الغرب وإيران حققت تقدما كبيرا بين حسب المسؤولين الغربيين هل تتوقع أن تفضي هذه المفاوضات إلى حل الملف النووي الإيراني وهذا الموضوع كيف سينعكس على الوضع في المنطقة برأيك أنا أعتقد أن ما طالما الأمور وبمؤشرها في سوريا تدفع أو ذهبت باتجاه فشل سياسات الاستعمار الجديد التي تتزعمها الولايات المتحدة الأمريكية أو محاولات العدوان الملف الإيراني منذ فترة يتراوح الشد والجذب حوله ومارسوا أشد العقوبات بالعقوبات الاقتصادية بأشكالها على إيران ولم تخضع إيران للمطالب الغربية التي يوضحها القيادة الإسرائيلية والقيادة الصهيونية في فلسطين المحتلة بأنها تريد تدمير إمكانيات إيران لصالح أن لا تبقى أي دولة نووية في المنطقة سوى إسرائيل القوة الضاربة واللحيدة كل المفاوضات أو كل الضغوطات التي سبقت فشلت والآن على قاعدة أن هناك حكومة معتدلة في إيران وأنها منفتحة على الغرب وقادرة على التحاور قيل أنه يمكن التوصل إلى نتائج المؤشرات الأولى لا تشير إلى قرب حل هذه الأزمة لأن الرئيس روحاني يقول أن إيران لا تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم في إيران لن نرسل اليورانيوم لتخصى بالخارج اثنين لن يفرض علينا أحد التنازل عن حقنا في بناء واستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية هم يريدوا أن يجردوا إيران من هذه الأمكانية لا يريد أن يصلوا إلى اتفاقات يريد أن يجردوا هذه الأمكانية هم يعتقدون أنه تحت أي مسمى إذا جرى الإقرار بحق إيران باستخدام الطاقة النووية سلميا أنها ستتجه سرا أو علنا لكي تستخدم في قوة إيران سواء كان هذا حقيقيا أو لم يكن حقيقيا هم يريدوا أن يستبقوا الأحداث لأن يبروا بتعاهدهم لإسرائيل بأنه لا يوجد دولة نووية فأعتقد طالما الدول الأوروبية والأمريكان يلتزمون ليس بمصالح حتى دولهم في المنطقة يلتزمون بمصلحة الكيان الصهيوني وقيادته أولا أنا أعتقد أن التوصل إلى اتفاق حول الملف النوم الإيراني أمامه وقت طويل طيب أستاذ فاضل الرياض وتل أبيب قلقتان من تصالح الغرب مع إيران وتخفيف العقوبات عنها ما الذي برأيك يدفعهما إلى هذا القلق من هذا التصالح خاصة السعودية طبعا التي هي قلقة رغم أن إيران عملت على الدوام حاولت على طمأنة العرب لا أنا أعتقد أولا القلق ليس قلق سعودي فقط دول الخليج بأكملها قلقة من ذلك لأنه لو تابعنا تصريحات الأمير ترك الفيصل فترة الأخيرة والذي ادعى فيها أو قال فيها بأننا لن نسمح لإيران بأن تتواجد في البحرين أو أن تسيطر على البحرين وقرأنا هذه التفجيرات المتزايدة في العراق اليوم يعني القتل بالمئات موجودين والدور السعودي حسب تصريحات المسؤولين العراقيين من يقفون وراءها نصل إلى قناعة كاملة بأن جزء من سياسة النظام السعودي هي جانب طائفي على صعيد المنطقة الشيء الآخر أن السعودية كدولة وكأمكانيات بشرية ليست مؤهلة لأن تكون دولة عظمى على الصعيد الأقليمي وبالتالي هي تلجأ إلى عزل إيران المؤهلة أن تكون دولة عظمى على مستوى منطقة الشرق الأوسط ولاعب رئيسي على الساحة الدولية لذلك نعتقد بأن حقيقة السعودية ودول الخليج هم محمية أمريكية هذه المحمية الأمريكية إذا توقف هذا الدعم وتوقفت الفزاعة الإيرانية التي تبثها ويبثها النظام السعودي في منطقة الخليج أعتقد بأن هذه الدول سوف تفقد الكثير من تواجدها ومما تدعيه من حضور على المستوى الأقليم والدولي نعم شكرا أستاذ فاظل أستاذ فؤاد كتب الكثير عن الخلافات بين السعودية وأمريكا حول تقييم ما يجري في المنطقة هل ترى خلافات جوهرية بين واشنطن والرياض وهل يمكن أن تشهد العلاقات بينهما توترا أكثر في المرحلة المقبلة باعتقادي أن الرياض والمملكة العربية السعودية وأمريكا متفقتان في الاستراتيجية إذا حصل من اختلاف في وجهات النظر ولا أقول خلاف فهذا سيكون اختلافا تكتيكيا ليس إلا نعم هناك اختلاف حول سوريا المملكة العربية السعودية كانت تدفع باتجاه أن يكون هناك عدوان مباشر على سوريا تحقيقا للمقارب والأهداف التي تبنتها السعودية وبشكل خاص ممثلة بمن يقود الآن الحملة الإرهابية ضد سوريا اللي هو بندر إبن سلطان العلاقة السعودية دائما علينا أن نفتش عن سوريا كانت بسبب موقف سوريا من إيران العلاقة السورية الإيرانية الاستراتيجية هي وراء الموقف السعودي من سوريا إضافة طبعا إلى دعم سوريا للمقاومة بالتالي السعودية بهاجسها بداخلها وبدون وجه حق تخشى قوة إيران المتصاعدة والمتزايدة حيث تقوم إيران ببناء ذاتها واستطاعت أن تبني رغم كل شيء أن توظف إمكاناتها المادية والمالية من أجل بناء قوة ذاتية عسكرية أولا للدفاع عن إيران وعن مصالح إيران في المنطقة ثم بنت لشعبها فإيران لا تشكل تهديدا على الإطلاق للخليج العربي وإن كانت أحيانا تقول بأنه خليج فارس قضية أخرى لكن إيران تندفع باتجاه فلسطين أيضا وتعتبر أن هذا الكيان في فلسطين هو كيان غاصب محتل ويجب أن تعود الحقوق المغتصبة والمشروعة إلى الشعب العربي الفلسطيني ولذلك إيران تقف في الجانب الذي يقاوم الكيان الصهيوني وبالتالي هذا ما يقلق أو ما يغضب الآخرين مشروعين في المنطقة مشروع مقاوم للكيان الصهيوني مشروع مقاوم للسياسات الأمريكية مشروع يريد أن يحافظ على ثروة العرب للعرب ومشروع آخر مرتبط بالنهج والسياسات الإمبريالية الأمريكية والمشروعان لن يلتقيها وبالتالي هناك صدام وصراع قائم بين هذين المشروعين نعم طيب أستاذ عدنان في السياق نفسه هل يمكن برأيك أن يحل العراق محل السعودية أمريكيا خاصة يعني المالكي في تصريحات له بالأمس قال أن العراق سيكون البلد الذي يمثل نقطة الارتكاز في المنطقة سياسيا وأمنيا واقتصاديا وسيجسد دور السياسة المحايدة فيها يعني هناك عديد من العوامل وعديد من المتطلبات المطلوبة حتى يصبح يعني هذا القول حقيقة واقع يعني بحاجة العراق إلى أولا استقرار وإلى تفاهم وإلى حلول داخلية بين الفئات المختلفة السياسية داخل العراق وأن تتوقف لغة طائفية واللغة الاتهامية بين الفرقاء في العراق وأن يصبح هناك نوع من الاستقرار إذا كان حصل هذا نستطيع أن نتكلم عن مستقبل دور العراق الآن العراق يعيش ظروف شديدة القسوة نحن نعلم أنه كمان في أيدي خارجية تلعب في العراق لكن هذه الأوضاع تعيق أي شلل داخلي يعيق دور أي دولة عربية ولكن لهم مقاومات اقتصادية ضخمة هناك حتى الآن هذه المقاومات أنا أعتقد أنها لم تستثمر بالاتجاه الصحيح الذي يمكن أن يوظفه الشعب العراقي بخدمة قضايا الأمة لتلعب العراق دورا إقليميا كبيرا يعني تستحقه كدور نحن من طرفنا نتمنى لكل الدول العربية أن تتخذ منحة سلمي سياسي يوحد قواها الشعبية يحل قضاياها على الأرض يطور الممارسة الديمقراطية فيها ويعطي إمكانية التنافس بين الفرقاء على مصلحة البلد وبناؤه وليس على هدمه وتدميره هذا التنافس إذا وقع في أي بلد يضمن له مستقبلا ويضمن له الرفع ويضمن له دورا إقليميا هذا ما نرجوه للجميع لذلك نحن في الأحزاب لا يخيفنا الصراع السياسي ولا الحوار السياسي في أي بلد عربي يجري الذي نقف ضده بقوة وسنبقى نقف ضده ونحاربه ونتصدى له حتى لو حدث لنا ما حدث في بلداننا أننا سنقف نرفض ونقف ضد أي عدوان خارجي على أي بلد عربي أولا سوريا التي تهدد الآن بذلك وثانيا أي بلد عربي إنما ما نتمنى في كل الدول في العراق وفي غيرها وفي سوريا أن تحل القضايا على قواعد وأسس سلمية وديمقراطية على قاعدة الاعتراف بالآخر لأن كل ما تفضلت به وما يعاني منه العراق وكل الدول العربية يعود إلى التدخل الخارجي طبعا أستاذ فاضل أبقى في الحديث عن السعودية السعودية تمارس إلى جانب تركيا طبعا سياسة هدامة في المنطقة صحيفة سندي تايمز البريطانية كشفت عن تنسيق لشن هجمات محتملة ضد إيران ماذا تستفيد السعودية وتركيا برأيك من الاستمرار في هذه السياسة نحن نعتقد حقيقة أن هناك مشروع أمريكي صهيوني في المنطقة السعودية إحدى أدوات تنفيذ هذا المشروع هذا المشروع الآن سقط وهو غير موجود بفضل ما حدث في مصر وفي سوريا أيضا وبالتالي مسألة التنسيق بين دول الخليج والكيان الصهيوني بالتحديد الأخبار التي نشرت عن زيارة رؤساء المخابرات في دول الخليج إلى الكيان الصهيوني للتنسيق ضد إيران هو يؤكد ما سبق أن قلنا من القلق الخليجي من تنامي القوة الإيرانية والتوافق الأمريكي الإيراني سيسقط الفزاعة الإيرانية التي يعمل النظام الطائفي في السعودية على بثها في المنطقة ومحاولة أن يلعب دور أكبر مما يجب بناء على هذه الفزاعة نعم يعني بأقل من دقيقة لو سمحت أختم معكم جميعا أستاذ فؤاد بعد كل ما تحدثنا به إلى أين تتجه سوريا اليوم؟ سوريا تتجه إلى حيث يجب أن تتجه إليه تتجه إلى إنجازات وطنية وقومية تتجه إلى بناء سوريا الحديثة سوريا التعددية سوريا الديمقراطية التي بدأ هذا البناء الحقيقة ليس الآن بل بدأ هذا البناء منذ أن كان هناك الدستور وانتخابات مجلس الشعب في ظل الأحداث يتم دستور واستفتاء دستور ويتم انتخابات لمجلس الشعب بطريقة ديمقراطية هذه لبنية أساسية لبناء سوريا المعاصرة سوريا المستقبل وسوريا القومية العربية إن شاء الله أستاذ عدنان سوريا إلى أين برأيك؟ أولا نحن سعداء بوجودنا بينكم في سوريا ونعتقد وجودنا رسالة لتقول أننا مؤمنين بالشعب السوري وبدوره وقيادته وأنه سيصل في البلد إلى شاطئ الأمان والذي استطاع أن يبني أولا يستطيع أن يبني تاليا برغم من كل آلة التدمير والإرهاب التي حاولت التدخل من أجل وقف مسار النمو والتطور في سوريا نعتقد أن إرادة الشعب السوري ستكون أقوى من كل آلات الهدم ومن كل وسائل التآمر عليه وستعيد بناء سوريا نحو الأفضل والإزدهار كلمتك الأخيرة أستاذ طالب أنا كلمتي الأخيرة بأن أقول للشعب السوري أنت لا تقف وحدك الشعب السوري أقول له إذا كانت أنظمة الخليج قد تآمرت فشعوب منطقة الخليج ليست متآمرة تقف معك أقول للشعب السوري أنت أمام انتصار كبير بفضل السيد الرئيس القائد الله يحفظه بشار الأسد وأقول للشعب السوري أنت أمام جيش عظيم جدا لم يخضع لدولارات قطر ولا دولارات سعودية وبالتالي هناك انتصار على صعيد الديمقراطية هناك انتصار على صعيد وحدة الدولة السورية هناك انتصار ضد هذا الإرهاب وانتصار للخط المقاوم في المنطقة كله بفضل سوريا وفضل الرئيس بشار الأسد والجيش العربي السوري شكرا جزيلا لك الأستاذ فاضل عباس أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي في البحرين أهلا ومرحبا بك في سوريا أيضا أشكر ضيفي من الأردن الأستاذ فؤاد دبور الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي أهلا ومرحبا بك أستاذ فؤاد وشكرا جزيلا لك والأستاذ عدنان أبو خليفة نائب الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي في الأردن أهلا ومرحبا بكم جميعا في بلدكم الثاني سوريا وشكرا لكل ما تفضلتم به من إضاحات مشاهدين الكرام شكرا على حسن المتابعة تحية طيبة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر